سلام عليكم حبيباتي كيديري الله بس حيحة بخير كانت مننا ان شاء الله تكونوا بافضل احوال معكم هودا من قناتكم لوفي ميزون لأول مرة تدخل القناة ديالي فتدر ابوني وتفعل زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد بالنسبة للوصفة ديال اليوم فكما وعدتكم بليغاتو اللي كان حت في الغيسطورو عندي فاليوم غندروا لفوغي نواغ صراحة كتجي لديدة انا عطيكم واحد لجنواز اللي جديدة يعني انتي بقى لكم خسيرة لابغي تدروا لجنواز العادية ولكن هادا الجنواز جديدة كتجي الشيشة وده بنبقى مع المقادر ومع الطريق فأول حاجة غن بدو بها هم المقادر ديال الجنواز فغنحتاجوا لها دقيق سكار سانيدة الزيت النباتية البيض الكاكاو بودرة الزبدة وغنحتاجوا البيكاربونات دو السود والخل عندي هنا اللبن والملحة فهدو هم المقادر اللي غنحتاجوا لجنواز وده بغن دوزو الطريق فالطريقة خديثة هنا هنا الزبدة ارتباس كون ارتباس شوية بدرجة حرارة المطبخ ودرسها لها وحد شوية الملحة ودرسها لطريق يعني حتى بدأت كاترالية يعني ولاتطريقة بحل بغ كنحصلوا لها بغ بوماد وده بغن بدأو نزيد السكر شوية بشوية يعني هلا تلاوح تلاتة المرات باش كنحصلوا لها وحد الخالط اللي دك السكر يعني كيتلق لنا شوية ذك الزبدة سافي غنبقى وحدة كان نستمروا حتى نكملوا الكيمية ديال السكر ديالنا كلها عادي الساعة غنزيدو البيض فالصراحة هاد الجنواز هادي كما قلت لكم في الول تقدرو تستعملوه بالنسبة لغوثة الاصلية ديال الفوغين واو فيها فقط الجنواز العادي يعني ذكي الجنواز اللي فيها فقط الدقيق والبيض والسكر والكاكاو فانا اعطيتكم هاد الجنواز هادي كنوع من التغيير صراحة كتجي لديدة هاديك الزبدة كتعطاها واحد طراوة ودك اللي بنو الخالطة وكتعطاها واحد الشاشة يعني كتجي شيشة كتدوب في الفم وحتها كتصبر لي يعني كتتوخها كتقلت مثلا حتى ثلث يام في تلاجة كتبقى بحليعات صوبات وللدارة ما نعودش لكم الكيك ديال الزبدة معروف كيكون ديد سوفين بعد ما ضفنا الزبدة غنخليه حتى كي يطرب مزيان وغنضيفه دبا الزيز الزيت ديال نحسا وغنضيفه فوق الخالط وحنا مستمرين في التراب دبا غناخده اخدينا هنا دقيق خلطنا يعني المواد اللي ناشفه دقيق والكاكاو والبيكاقبونات دوسود خلطناهم وغنبدأ ونضيفه شوية ديال هاد المكونات الجافة وشوية ديال البن اللي خلطنا مع الخل فهنا عندي البن خلط مع ذاك الخل وغنبقاو نضيفه شوية ديال المواد اللي ناشفه وشوية ديال البن حتى كنا نكملو الكيميال اللي عندنا كلها وحنا مستمرين في التخلاط فكيماشتو طريقة ديالتها سهلة يعني ما فيعتاشي حاجة اللي صعيبة صافي كما كتشوفو دابا هنيكملت الخالط ديالي شوفو القاوام ديالو كيفاش كيكون صافي دابا غندوز باش نديرو في الإطارات اللي عندي باش ندخلوه طيب دابا غنوزع الخالط ديالي دوك الإطارات فنفس العمل اللي كنت درت في فلقاتو ديال السيدخون فهت الإطارات كيجيون يعني بخاتيك كتر وسهلين بنسبة للناس اللي سولون الى زمالي ديمانسيون ديالهم ففيهم 22 سنتين في القطر و 1.5 سنتين في الارتفاع بنسبة للتمن صراحة ما عنديش فكرة اننا بحكم العامل كننخدو بكيميات كبيرة يعني بجملة ان شاء الله المرة الجاي من غنبغون نخدوهم غنرد البال التمن ديالكل واحد وده بغن ندخلوهم الفران الى 180 درجة الفوق والتحت فهنا عندي الكريمة غنديرو الكريمة اللي غن نستعملو في القاتو فاخديد القشدة الطارية كيما كتلكم نسبة دهون ديالها كتكون من 30 في مية للفوق زيت عليها سكر غلاسي وغنبدأ نطرب هذا بحتي كنحصلها لكريمة اللي عقدة شوية يعني شانتية عقدة عاد من بعد غنزيد عليها الماسكا خبون فهد الخطوة دي الماسكا خبون اختيارية اختيارية هي الغوست الاصلية فيها القشدة الطارية فقط والفاني انا زيت هنا شوية ديال الفانيلي كيد هذا هو يعني هدي الكريمة اللي كان نغمال مو كدر فلافو غنوا انا كنزيد هاد الماسكا خبون صراحة كيعطاها واحد الماداق الديد وكتجي بخالفة يعني بحكم ان العمل ديالنا شوية كنبغو شوية ديال تمييوز فكنديرها كتجي الصراحة الديد يعني الماسكا خبون كيعطاها واحد الماداق زوين وكتجي يعني فيها واحد تراوة يعني ماشي كتدوق فقط ديك الماداق ديال الكريمة كيلي ما كتجيبوش ديك الماداق ديال الشانتية بوحدة كيلي ما كتجيبوش فهذا الاضافة ديال الماسكا خبون صراحة كتطيف لها واحد التزوين صافيت الكريمة ديال تمبن مجهزة هانتوما كيمما كتشوفوا القاوام ديالها انسي ما كتلكم بلي الماسكا خبون حتى وخصو يكون بارد دابا هندوزو الشوكولات اللي كانزينو بها فوري نوار فهنا اخديت شوكولات كحل او شوكولات نوار دوبتو ونبدأ نتلقوه هكا على سطح العمل على الطريقة هذي كتتأخدوشي سباتشول ولا هكا شي ملاسة هكذا وكتبدو تتلقوه على سطح العمل كتبقو غادين جايين حتى كي ينشوف يعني ينشوف تماما حيسي لما نشوفش ما كيعطيناش داك ليفة ديال الخشب يعني بحال فوري نوار فخصو نتبقو غادين مع هكا حتى كي ينشوف كي يشوفوا بحال يتبدلي اللون بدكي بهات عاديك الساعة غان بدو نروليه كما شفتو انا هنا سوف ينشوف لي الشوكولات ديالي دا باغن بدا ان هكا ندفع شوية بشوية وحنا كنحصلو على ذاك على ذاك تفرسيت هكا ديال الشوكولات اللي كيعطا ذاك ليفة ديال العود او ديال الخشب ديال الشجر سوف انا هنبقى مستمر على هاد العملية حتى كنكمل الكيمية اللي عندي كلها ديال الشوكولات وغندوزو المونتاج لغاتو دا باغن بدا في المونتاج ديال غاتو هنا عندنا ليسوريز هادو ديسوريز امارينا اللي كدر بهم الوصفة الاصلية ديال الفوغينوا هنا عندي سيرو ديال دوك السيرو ديال السوريز نيز هاد ليسوريز امارينا سيرو ديالهم كنخفوه بوحد شوية ديال ما هو باش كنسقي لاجنواز ديالي فهد السوريز هادو را متواجدين في المحلات ديال الحلوة اللي كي بيوعدش ديال الحلوة لغسات الاصلية ما كان ديروش فيها لسوريز كنفيت حيث كانين اللي كي ديرو بدوك لسوريز كنفيت دوك اللي كيكونوا حمرين وخضرين فهدوك ماشي يعني ماشي ديسوريز وما كي جيش بهم لغاتو ديال الفوغينوا إلا متوفرين عندكم مثلا ديسوريز دريين تقدرو تبدلو هم يعني تبدلو بهات السوريز امارينا ولكن هادوك اللي كنفيت اللي يعني كي خسرو المعداق كنفضل انكم تستغنوا عليهم تماما ولا انكم تدرو هادوك ديال دوك اللي كنفيت يعني دوك اللي كي كيدروهم فالفقاس ديال حلها ديال ودك شيفا هادوك مكي جوش زوينين وكي خسرو المعداق ديال غاتو صافي انا درت طبقة الولاد هند هكا بديك الكريم وده بغن دير اللي سوريز ديالي باش مكترسوهم باش مكي جوزوين حتى فتقطع ديال غاتو هكا كيبانو كي اعتقدوا للده سوريحه هم واحد للدازوينة حتى ديالك تسيرو فاش مرقتين هون كي يجي في واحد لدابنينة يعني كي اعطاي فرق لهاد غاتو هادا انا سفي ادريسي طبقات ديالي ديالا ديالا قنفيت دا بغا نبدأ فالفينيسيون كي ما قلتلكم الفينيسيون ديال هاد الزيقاتو امريكا ماشي بالطروري تكون عندهم شي فنيسيون بارفيت يعني يكفي انكم تغلفوهم بالكريمة وحاولوا يتغلفوا كلهم باش منينا عنجون لسقوا لهم ذاك الشوكولات اللي كيكون فرتز يلسق لنا على السطح ديال غاتو ديالنا كله يعني تحاولوا هكا الجناب الفوق تديروا لكريم مزيان باش يلسق لنا ذاك ذاك الشوكولات ما يبقوا الشي بلايس اللي كيبان فيهم هكا الكيك وما يلسقش فيهم للشوكولات بالنسبة لك الشوكولات من بعد ما قبيلا روليتو فمن الاحسن ندخلوا لتلاجة باش كيش التفرصو مزيان ومن انك تبغو تخدمو بي ضغي كي تفرتز يعني يعطي داك كليفة ديالتفرتز من انك يكون بارد الى ما ما بردش لنا مزيان فبحالي كي يكون الطبقات سرقاق بحالي ضغياء اكيد يتعجلينا فسافينا غان ستمرة لها تشكل هذا حتى غان يعني غان نمل سلقاتو ديالي كله من جناب ومن الفوق لها تشكل هذا فالصراحة انا هاد لفوق نواغ من اللي قاتو اللي مفضلين عندي كي يجو خفاف يعني صورتو اللي كانت الكريمة من نوعية ممتازة كيما كان نوصي دائما للا كاليتي فلا كاليتي كتدير الفرق يعني كين بعض المرات الناس كيجو كيقول لا لقينا هاد الحاجة غير بتامان قدو القد فلا كاليتي يراما يعني ما كتشراش بالفلوس كينشي حويج مثلا غير كريمة قشدة طريرة فيها بزف ديال الشكل بزف الكاليتي من 15 درهم لليت خونتها طالة يعني احتل 55 درهم فاني كل حاجة وتامانها وبطبيعة الحال واكيد كل واحد كيمشي لقياس دياله ولكن احتلا كاليتي يعني كتبقى شي حاجة اللي مهمة خصوصا هكا الى غير فماشي خدمة يعني غير الوليداتنا فى الدار فكنحاولو نديرو حاجة زوينة اللي غدير لنا الفرق فى الماداق ده بغا نبدأو نديرو فى شكولات ديالنا كي ما شفتم بعد ما نشوف لنا يعني فى الثلاجة وبرد غي كنقيسوه كي تفرتيس يعني كي يعطي دا كليفة ديال تفرتيس كي يجي بحل يعني بحل تسبن فما كي عدبناش فى الخدمة ديالته وعكسي لكن باقي ما ما شدش فراسه مزيان فى الثلاجة كي يجينا معلك وحتى الماداق دياله عفوا المنظر دياله ما كي يجيش زوين فانه هناlek يدير ذاك الاغمي سيل ديال الشوكولات ليضرها فى الجنب ايلا كانت 100٪ شكولات لثلاج زوينة ولكن ايلا كانت الذاك الاغمي سيل الفقط غير السكار كي يكون سكار ومعها شوية الدين كاكاو فى الصراحة كي يخسر لغا نبا فектئة لensusانة لم يمر ان أقليهم شي لأن فيهم ذاكل الاغمي سيل يجب أن يجب أن يخسر القطو كله فنفضل أنني لا نقوم بعمله أو نقوم بمثال اللوز من جناب أو شيء فويتين ونقوم بعمل شوكولات من الفوق أو نقوم بعمل ذلك الفرميسيل من كاليته لما مزيانة سوف نستمر على هذا الشكل هذا حتى نكمل سطح القطو كله من جناب ومن الفوق ونطلقوه في المرحلة الموالية لكي نرى جيدا نهاية ساعدت نقوم بأسفارة ونفرقك على 8 حتى نقوم بعمل تغطيتها ونحاول أن أتعامهم بالموس في المتابعة ونحن نقوم بعمل الموصد ثم نقوم بعمل بمس سوغيز اللي طريين إلا كان يعني متوفرين عندكم وعدك ما كانش تتقدرو تزينو مثلا بهاد لسوغيز أما غينانية إلا كانين عندكم إلا درتوهم أو لأي حاجة يعني دي فخون بواز أو لأي حاجة تزينو بها من الفق صافين بعد ما غندير هاد لسوغيز ديالي غندير واحد الرشيشة ديال سوكار غلاسي من الفق بالنسبة للسوكار غلاسي ديال تزين حتى هو راكيكم توفر عند المحلات ديال الحلويات ديال تزين رهبو حديثوا ماشي هو سوكار العادي لأن ديال تزين كيبقى مهكا كيما كيبقى يعني ما كتشربوش وخصت ترشو فقش حاجة لفازق كيبقى بحال هكا يعني ما كيشربوش الفزوقية ماشي بحال سوكار غلاسي العادي إلا دردرنا فقش حاجة لرطباء أو لفازق فهنا فين كي الفرق في الشكل النهائي ديال قاتو ديالنا هو هادا نقطات لكم واحد المرسو باش شوفوا احتمل داخل كيفاش كتجي صراحة هاد قاتو كي يجي خفيف وكي يجي لديد هاد الاجينواز اللي اعطيتكم حتى هي كتجي شي شوكة دوف الفم كما كتلكم تقدروا تديروا الاجينواز الكلاسيكية العادية لأنه هي اللي كتدر في الوصفة الاصلية ديال لفوغينواغ ولكن انا قلت نعطيكم هاد الوصفة باش تبقى عندكم كبديل يعني لابوتو تتحلقوا على شوية حبيباتي الفيديو ديال اليوم وصلت نهاية ديالها ما سخيتش بكم الى عجبتكم الفيديو تديروا لها لايك وتقابوناو في القناة وفعلوا زر الجرس باش تتوصلوا ان شاء الله بالجديد مرحبا بتطبيقات ديالكم وباستفسارات ديالكم على صفحة ديالتي على الانستغرام شكرا بزاف البنات اللي كيتواصلوا معايا وكي سفتوليات طبيقات ديالهم ودمتم بخير وعلى خير ومع السلامة اشتركوا في القناة